احتفل مئات الفلسطينيين بإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة جمعية الشبان المسيحيين في قطاع غزة يأتي ذلك إصراراً على الاحتفال في ظل ظروف صعبة يفرضها الاحتلال على القطاع وللتنديد بمنع الاحتلال وحرمانه للمسيحيين من السفر إلى كنيسة المهدي في بيت لحم كل عام الاحتلال يمنع العدد الكبير من المسيحيين الفلسطينيين الوصول إلى أماكنهم المقدسة المفروض والأصل في كل شعوب العالم أن تتنقل بحرية ولا نحتاج إلى تصريح لا يحتاج المسلم إلى تصريح للوصول إلى المسجد الأقصى ولا يحتاج المسيحي لتصريح للوصول إلى كنيسة القيامة